معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي الدكتور صلاح العبادي أهلا بك دكتور معنا على شاشة سكاي نيوز عربية في ظل الحديث أو الأحاديث التي تناولتها تقارير عن تسليح مدنيين من قبل إسرائيل لغرض توفير الحماية الأمنية لقوافل المشاعدات كيف تبدو لك هذه الفكرة وما مدى إمكانية تحقيقها؟ يعني بداية هذه الفكرة المتعلقة بتسليح مدنيين من قبل قوات الجيش الإسرائيلي فكرة يبدو بأن لها نوايا سيئة وباعتقادي لن يكون لديها أي قبول بداخل قطاع غزة سيكون هناك مناوئين رافضين لهذه الفكرة لا سيما وأن الأمر إذا أرادت إسرائيل أن تتحدث بجدية ووضوح وبنوايا واضحة أمام الرأي العام الدولي عليها أن تتحدث عن دور للسلطة الوطنية الفلسطينية من أجل الإشراف على تسليم المساعدات أو أي جهات أو منظمات دولية أما عندما يتعلق الأمر بتوفير الحماية للجهات العاملة على توزيع المساعدات أو لضمان أمن هذه المساعدات أنا باعتقادي هذه نوايا واضح ستلقى رفض من المجتمع الدولي من المؤسسات الدولية لأن الحديث عن مسألة التسليح أنا باعتقادي سيكون له رفض لا سيما من أهالي قطاع غزة والفصائل الفلسطينية لذلك إذا كانت إسرائيل جادة وعازمة على هذا الأمر من أجل ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها عليها أن تتحدث عن التعاون من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية أو أي جهات أو منظمات دولية أن يسند هذا الأمر إلى جهات واد نرى كيف هناك دول تطلع بدور مهم ورائد من أجل إدخال المساعدات وإيصالها إلى قطاع غزة لذلك على إسرائيل اليوم أن تكون أكثر جدية بهذا الأمر أن تتحدث بوضوح أن تسند هذه المهمة إلى جهات ومنظمات دولية أو إلى السلطة الوطنية الفلسطينية بعيدا عن الحديث عن مسألة تسليح جماعات بالداخل قطاع غزة لأن مسألة التسليح لأي من الأفراد سيكون له نوايا سيئة مشكوك بهم وبالتالي هذا الأمر سيزيد من تعقيد الأمور بالداخل الفلسطيني وتحديدا بداخل قطاع غزة نعم لكن دكتور هل أساسا إذا ما تحققت هذه الرغبة الإسرائيلية دعنا نقول بتسليح بعض المدنيين هل يمكن لذلك أن يحقق الغاية بالوصول الآمن للمساعدات إلى الشمال القطاع ووسطه وجنوبه أيضا أنا باعتقادي تسليح مدنيين من أجل ضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشمال وجنوب ووسط قطاع غزة هذا لن يحقق الهدف ولن يحقق الغرض لا سيما وأن الأمر يتعلق بالجانب الإسرائيلي الحديث بأن التسليح سيتم من قبل إسرائيل هي من تدفع بهذا الأمر وبالتالي سيكون هناك قوة مناوئة رافضة لهذا الأمر إن كان على صعيد الفصائل الفلسطينية أو أهالي قطاع غزة وبالتالي من يتم تسليحهم كونهم من قبل إسرائيل أوكلت هذه المهمة لهم من قبل إسرائيل سيدفع الأمور بالمزيد من التأزيم والمزيد من التعقيد وبالتالي هذا الأمر من الممكن أن يكون له نتائج إيجابية إذا أسند إلى منظمات وجهات دولية أو إذا أسند إلى السلطة الوطنية الفلسطينية أو إذا أوكلت المهمة مثلا على سبيل المثال إلى الأمم المتحدة أو المنظمات العاملة في مجال التغذية والصحة على الصعيد العالمي نعم لكن دكتور الغريب أن إسرائيل في ظل ما صدر من بيان عن المفاوضية الأوروبية البيان المشترك مع قبرص دولة الإمارات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة عن الممر البحري إسرائيل رحبت بالممر الإنساني هذا لكن في وقت هي تشدد الإجراءات دكتور على المساعدات البرية هل يعني ذات السيناريو في ظل تأكيدها على أن الممر البحري سيخضع أيضا للفحص الأمني والمعايير الإسرائيلية؟ يعني بالتأكيد بأن الممر البحري سيخضع لمعايير إسرائيلية بالفحوصات من قبل الجانب الإسرائيلي لكن حتى نتحدث بوضوح منذ بداية السابع من أكتوبر اليوم هو اليوم 155 كانوا جهود دبلوماسية واضحة عندما ضغطت دولة الإمارات العربية المتحدة وطالبت بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن كان جهود دبلوماسية كبيرة كمثال نتحدث عن دولة الإمارات وكيف تعاملت مع هذا الأمر ضغطت على مختلف الدول على صعيد العالم من أجل أن يكون هناك تحولات سياسية واضحة بالموقف السياسي على صعيد ما يدور من أحداث بقطاع غزة بالتالي كمثال دولة الإمارات عندما أرادت أن تضغط بالتالي نجحت هذه الضغوطات بأن يكون هناك ممر إنساني بحري من خلال قبرص وبالتالي من أجل ضمان إنسيابية دخول المواد الإنسانية المواد الغذائية الطبية نحن نتحدث اليوم كمثال منذ السابع من أكتوبر وحتى يومنا هذا ما يزيد عن 170 طائرة شحن تم إرسالها من قبل دولة الإمارات أمام هذا الكم الكبير جدا من التدفقات الطبية والإنسانية عدا عن ما يزيد عن 500 شاحنة أرسلت من قبل دولة الإمارات بإشراف رئيس الدولة سبو الشيخ محمد بن زايد بالتالي كل ذلك يتطلب أن يكون هناك معبر بحري من أجل تسهيل هذه التدفقات وضمان إيصال هذه التدفقات الكبيرة هناك جهد كبير واضح بالتالي أمام هذا الجهد لابد أن يكون هناك معبر بحري من أجل إيصال وتسهيل دخول هذه المواد الغذائية والطبية والإنسانية من أجل إنقاذ أهالي خطاع غزة الذين يعانون الجوع ويعانون أيضا من انتشار وتفشي الأمراض أيضا هناك صعوبات إنسانية واضحة يشهدها خطاع غزة بالتالي أنا باعتقادي هذا الممر هو في غاية الأهمية إسرائيل اضطرت أن ترحب بهذا الأمر نتيجة الضغوط الدبلوماسية التي مورست من قبل العديد من الدول لا سيما التعاون الذي جرى ما بين دولة الإمارات قبرص المجتمع الدولي الذي يطالب بأن يكون هناك العديد من الممرات الإنسانية لإدخال المساعدات إلى غطاء غزة بالتالي إسرائيل لا تريد أن تبقى صورتها سيئة كما هي عليه الآن أمام المجتمع الدولي لذلك أرادت وخضعت للضغوطات التي مورست عليها من أجل السماح بهذا المعبر البحري نعم لكن دكتور في ظل العمل